على خط الأزمة السورية والانقصامات اللبنانية حولها اندلعت حرب تصريحات في البرلمان اللبناني بين النواب الداعمين لثورة الشعب السوري والداعمين للنظام الذي يسعى إلى ضرب استقرار لبنان بحسب النائب خالد الظاهر الذي رد على انتقادات طالته بسبب تشكيكه بمسألة القبض على خلية تكفرية إرهابية في الجيش اللبناني كنا نرفض استغلال هذه المؤسسات وأن يقوم بعض الشبيحة في المخابرات بإهانة الناس وإطلاق الاتهامات الباطلة بحق الأبرياء كما حصل مع الدكتور زكريا حنقير في صيدة وكما حصل مع تلميذ الضابط سهيب القص والجند عبدالقادر نعمان وتسويق الكذبة الكبرى بوجود خلية سلفية إرهابية داخل الجيش اللبناني ومحاولات الإساءة لأهل السنة في لبنان والإقاع بينهم وبين الجيش اللبناني ظاهر استغرب انتقادات طالته من قبل ما أسماهم الغيارة على الجيش اللبناني كالنواب ألاعون وغازي زعيتر وزياد أسود فيما هم معروفون بدعمهم للسلاح غير الشرعي مع أن نواب الطيار العوني معروفين اليوم أصبحوا مؤيدين وداعمين للسلاح غير الشرعي والميليشيات على حساب الجيش فتخلوا عن نضالهم السابق في المطالبة بالدولة وسيادتها لكن يبدو أن المال الإيراني أعمى أبصارهم فانقلبوا على مبادئهم وأصبحوا جزءا من المشروع المعادي للحريات في لبنان وسوريا وبعد انكشاف العملاء في صفوفهم وخاصة أنت يا أستاذ زياد أسود قلت على التلفزيون أنك اتهمت بالعمال لإسرائيل ومنعت من الذهاب إلى الجنوب فترة طويلة أما الزميل غازي زعيتر فأريد أن أقول له أن حصانتي هي من الله أولا ولم يتأخر الرد من قبل أسود الذي دع رئيس مجلس النواب إلى كشف حسابات كل النواب المالية والأمنية أينما وجدت وعلى رأسهم هو والظاهر الكلام العام ينقال أن زياد أسود لأنه ابن جزين فقط هو عميل لإسرائيل وكان من جهاز أمن إسرائيل هي إشاعة بالأساس طالعة على موقع الإلكتروني للقوات اللبنانية وسبق جريدة الجمهورية إن تكلمت بهذا الموضوع وفي دعوة قدام قد التحقيق في جبل لبنان أدعو دولة الرئيس أيضا لرفع الحصاني عني أنا زياد بيشيل أسود من جزين وعن خالد الظاهر فليتحرك القضاء اللبناني محاكمة عسكرية وغيرها ليتحقق من عمالة زياد أسود وليتحقق أيضا من عمالة خالد الظاهر وأتحدى القوات اللبنانية اللي عم تنشر على موقعها الإلكتروني هلأ فليتفضلوا إلى القضاء وأنا أرفع الحصانة عني كذلك سارع زيادر إلى الرد أيضا نافيا تعرضه لحصانة الظاهر ولكن عاد واتهمه بالجرم المشهود عندما اعتبر الظاهر أن اكتشاف الخلية التكفرية في الجيش هي أجذوبة ما دفع بالظاهر للعودة إلى المنبر والرد مجددا كفى بطولات وهمية على حساب الشرفاء في هذا البلد وثم كل ساعة والتاني واحد بيقلنا الحصاني والحصاني ولكن الحق فوق الحصاني والمبادئ فوق الحصاني وحقوق الإنسان فوق الحصاني وكرامات الناس فوق الحصاني والدولة والمؤسسات فوق الحصاني نحن عم نقل له للي عم يقلنا بده يشيل عننا الحصاني لازم أنت مش بس تنشيل عنك الحصاني تنحط بالحبس ترجمة نانسي قنقر